السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة تانية كل سنة وحضراتكم طيبين طبعا فاكرين لما كان حد يتكلم ويقول انا بحب الشعر او انا بكتب شعر طبعا ده كان بيتقال عليه نوكة الدنيا والاخرى ايه عم المثقف ايه عم الايه فجأة حصل تحول جوه مصر ويمكن يكون التحول مش بس جوه مصر يكون في العالم العربي وبقى الشعر ليه صدى تاني ورانين تاني وبقى المتابعين ليه مش طبقة المثقفين لكن بقوا عمت الناس اللي زي حالاتي من المجتمع ان هم يتابعوا ويسمعوا ويحفظوا ويكرروا كل ده خلانا نقول في حالة جديدة بتحصل من ضمن وعلى رأس الناس اللي عملوا هذه الحالة الجديدة من يمكن 12-13 سنة على الاقل لما شفناها على المشهد العام كان الشاعر المحترم هشام الجخ اهلا وسهلا كل سنة وحادتك طيب كل سنة وحادتك طيب استاذ اسامة وانا فخور بالكلام اللي حضرتك ولو سعيد بي يعني انا سعيد هو واقع الحقيقة حصلت ومشكرك وبشكر الناس اللي معاك اللي ساهموا في الحالة دي اه 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 الحمد لله يعني هو اللي يتجل الحمد لله وانا النهاردة مع الاستاذ اسامة كمال فروح تعامل ايه باجا روح تلابس بادلة عشان ده الاستاذ اسامة هتنتيمة في ايه هاني لا الوقار باجاد نهاردة والحالة جال انا فخور يا الاستاذ اسامة اني انا جاد مع حضرتك وانا عارف ان الحلقة دي هتكون حلقة عميقة وحتكون حلقة بثقة للاستاذ اسامة فكاد الموضوع يستحق اني انا ألبس بادلة يعني ده انت منوقع في كل اشكالك وكل احوالك ليه اشكالك كبير ربنا انت مصري في القلب والقالب فكل الاشكال مقبولة من زوجك كبير ربنا خليك يا استاذ طيب عايزة ابتدي معاك احنا اتخذنا شعار للحلقة بتاعتنا مبارح مع ختام سنة 23 واحنا خلاصة اهو على عتاب 24 فضلنا ساعتين كل سنة وحدرتك كل سنة وحدرتك اخذنا الشعار بتاعنا شعار وقور كده زي ما حضرك قلت كله ضرب ضرب ما فيش شتين شفت سنة 23 دي ازاي ويمكن نضملها كمان 22 هو 21 هو 20 من ساعة الكورونا شايف 23 ازاي بس اقول لحدتك حاجة انا كنت فكرت من كامي يوم كده اطلع فيديو الناس الخايفة من 2024 ومتشأمة ومشيالين صور 24 وغيرت فكنت عايز اطلع فيديو اقول للناس وانتو خايفين من ايه يعني هو في ايه تاني هو بعد اللي شوف مش عايز اقول الكلام المتشائم بس يعني هو ايا حصل في الفين اربعة واشرين هيحصل لنا ايه تاني اقول لحضرتك انا هيحصل ايه هيحصل خير ان شاء الله انا متهيق لي ان خلاص احنا وصلنا لمرحلة الوحش يعني احنا تعبنا جدا العشرة خمستاشر سنة اللي فاتوا اللي هو يمكن سن الادراك لناس كثيرة عايشة النهاردة اصبحت مسؤولة واصبح عندها بيوت واصبح عندها اولاد سيبك طبعا من الكم سنة الاوليين بتوع الدلع وعسمة بابا وعسمة ماما لو انت انت في عنك شخص اخر لا انا بتكلم على الناس اللي عاشت الخمستاشر سنة دول كناس مسؤولة عنده بيت وعنده اه 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 كناس شايلة حملة حيشوفوا ايه تاني فانا متخيل ومتفائل وربنا بيقول انا عند ظن عبدي بيه انا ظن في الله ان الفين اربعة وعشرين حتبج خير انفرق لازم تبجي كير يا سنة يا رب اصلا يا رب اصلا ما قدبناش غالينا نقول يا رب يعني ان شاء الله كير يعني عشان في ناس متواصل بس انا فعلا على فكرة متفائل فعلا يعني مش يعني بعيد عن ان احنا بنهذر لا في مقومات وفي ارقام وفي احصائيات وفي دلالات وفي ارهاصات بتقول ان شاء الله اربعة وعشر هو المشكلة الكبيرة ان العالم بقى كله مرتبط ببعضه ومتشابك مع بعضه من طول عمره على فكرة فتلاقيها سماعة عندك يعمل ازاي في الفين وتمانية الامريكان يهببه ومعرفش ايه في البنوك فالاقتصاد كله يحصله الروس والاوكران يعملوا ايه من زمان مش من النهاردة يعني وفي النهاية في مناطق بيت تنجو وفي مناطق بتضمحل وتلك الايام نداولها بين الناس المناطق اللي اضمحل ستنجو في حبة ما اخرى يا رب نكون احنا المنطقة اللي هتنجو في الفين اربعة وعشرين ليه لا وعلى فكرة استاذ اسامة وحضرة القارق في التاريخ اكتر اكتر مني يعني من كلامنا اللي على جنب اللي برا الكاميرا والله يا استاذ كمال يا استاذ اسامة الحاجات بتحصل فجأة والله الحاجات بتحصل فجأة تاريخيا يعني بتبقى يعني هو كان مين يقول ان سنة 45 يبقى فيه يبقى اللي جهود بيتحرجوا في ألماني أوروبا وسنة 48 ليهم دولة مين كان يحسبها كده فوالله الحاجات بتحصل يا رب يا رب نكون احنا من الحاجات اللي بتحصل في الخير احنا مرينا بأزمات كتير ومجصدش احنا مصر بس اجصد احنا كعالم احنا مرينا بحاجات صعبة يا رب تكون 2024 هي الخطوة الاولى لان على فكرة الحاجات جاهزة احنا بس المسألة محتاجة شوية ارادة كده شوية ارادة من الناس اللي فوق والله حتد يعنى ليه لماذا لا تقوم الوحدة العربية في سنة الفين اربعة وعشرين ليه لا حتي لو قامت على 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 اربع دول ولتكن خليناجو له ولتكن مصر والسعودية والامارات والكويت ليه لا ليه لا هو اليورو هو اليورو جام مرة واحدة ده قاعدوا اشتغلوا عليها 50 سنة ده اشتغلوا عليها 50 سنة او اشتغلوا الاول 5 دول وبعد كده بيجيوا 7 بعد كده بيجيوا مش عارف ايه طب احنا عايزين 5 دول عربية ووحدة بوحدة نوسع ونكبر ده انا بتكلم على اليورو اللي كانوا بيحربوا بعض اللي موتين من بعض 50 مليون بني آدم احنا ما حربناش بعض احنا ما موتناش من بعض حد احنا ما اتفقناش بس طب ما نتفق اصلي انتفق دي دي كده دي كده والله ممكن 2024 فجأة نفسح الصبح نلجى زي مثلا بتاعنا بريكس ما هو النهاردة احنا ان شاء الله احنا الداخلين والسعادية داخلة والامارات داخلة وايران داخلة يعني طب طب ما احنا بقى يعني مش حنسميها بريكس حنسميها حمادة حنسميها اي حاجة ارابيكس يعني نسميها ارابيكس نسميها ونعمل احنا ده والله قادرين وعندنا كمية سروات يا رجل السودان انا مش عايزة فتح في الكلام فضل فضل لو استاذ اسامر خلص يعني امنيات السنة الجميلة ان شاء الله سنة جميلة ان شاء الله طيب اهم حدث بالنسبة لنا ولان الحدث مستمر للحظة هو ما يحدث في غزة وفي فلسطين وفي السودان وفي السودان طبعا ابدأ من عند فلسطين وانت زورت فلسطين ممكن اتناشر مرة رحت غزة مرة واحدة مرة واحدة لكن رحت ضفة في حدود في حدود 11 مرة 11 مرة رحت السودان بقى رحت السودان طبعا رحت السودان في حدود 3 مرات لكن اقمت حفلين اتنين يعني كان فيهم مرة كنت رايح اصور في قناة النيل الازرج لكني ما عملتش حفل يعني لم التقي ب جماهير ناش طيب النهاردة بما انك انت موجود هناك وفي ناس عمرها ما رحت وعمرها ما شافت وانت كتبت و اولا تقول لنا تستدعي ايه من كتاباتك عن فلسطين وغزة اللي هو في اللحظة دي في اخر ساعتين في العام عايز تقوله انا عايز اقول لحضراتكو ان ما يحدث في فلسطين وانا كاره لتصنيف فلسطين غزة زي زي انا كاره لهذا هي فلسطين اه هي فلسطين ما يحدث في غزة حتى حاليا ما يحدث في غزة يحدث على غراره او مش بنفس الحجم لكنه يحدث في مدن ضفة يحدث في جنين يحدث في نبلس يحدث في رمالة يحدث في بيت لحم يحدث في بيت جال يحدث في كل مدن ضفة شيء مؤسف في كل مدن فلسطين هي في النهاية فلسطين انا عايز اقول ان ما يحدث هذا هو مش حياة جديدة يعني احنا الجيل احنا الجيل اللي اللي كنا بنشوف الاخبار بتاعت ساعة تسعة زمان واحنا في ابتداء احنا من الجيل واحد يا أستاذ وسلم كنا نشرة الساعة تسعة كان بيبجى فيه خبر لازم يخص السيد الرئيس محمد حسن مبارك لازم اول خبر وباجي الاخبار كلها كانت بتبجى تخص فلسطين احنا اللي حضرنا الانتفاضة الاولى واحنا اللي حضرنا الانتفاضة التانية وفاكرين ده شفنا حتى النهاردة لما في ناس بيتيجي تقول يا شام هو انت لما لم تكتب شيئا جديدا جديدا عن احداث فلسطين فبيبجى الرد ببساطة اللي هو لما يحصل حياة جديدة هبجى يقول حياة جديدة ما هو اللي احنا عايشين فيه يعني انا لما كتبت مش كفاية انا كنت بكتب على ايه انا كنت بكتب على احداث 2006 وكنت بكتب على احداث 2009 وكنت بكتب على احداث 2012 انا رحت غزة 2012 ولو عندكو هنا السور يعني انا ببعدها للاعداد وانا واجف وسط العمرات اللي بتتضرب والعمرات اللي بتتبهد وتفرجنا بيعنينا على الكلام ده فما فيش حاجة جديدة مش كفاية كان بتقول ايه مش كفاية كان بتقول ايه طياراتكم مش كفاية والمدافع مش كفاية والجنابل والحصار والحرائج والدمار والدموع في عيون صغار والجناين تبقى نار مش كفاية ومش حكاية لو عايزيني مرة اخضع غيروني شوفوا يمكن لو ده ينفع بدلوني واما متلاجوليش طريقة واجهوا لو مرة الحقيقة واجلوا من قرآني آية تفهموا أصل الحكاية اني بضحك على الجنابل موت جاية وقلبي جابل تعرفوا ان الجنابل والمدافع والشزايا والسلاح اللي معاكوا ومش معايا مش كفاية موتوني ألف مرة ومش كفاية غصب عنكو بلادي حرة وللنهاية كل ما بكتبها بدماية لللي يستشهد ورايا اني تمن الجنة دية لو حياتك مش كفاية كأنك ده بتاع لسبوع الفيتس مدى اللي أنا عايزة يقوله انما احنا عايشين في ده بجلنا سنين من يوم من يوم ما فتحنا عنينا أنا لما كنت بكتب النشرة وأنا زمان في ابتدائي في التمانينات كان لازم يبدأ فيها خبر الاستشهاد شابين فلسطينيين استشهاد خمس شباب فلسطينيين وهو اللي احنا عايشين فيه يمكن لأن وسائل التواصل مالة الدنيا ويمكن عشان فيه الشباب الفلسطيني الحر اللي نقل الصورة الحقيقية للعالم الأعمى اللي مقدرشي قدام هذه الحقائق ان هو يسكت طب ممكن اسيرنا حضرتك موضوع برا الولاج ويبرا ويبرا اي حاجة احنا ايه رأيك يا أستاذ أسامة ألم يحن ألم يحن ان احنا نعمل سوشيال ميديا عربية خالصة بمعنى كان من المعاناة اللي كنا بنعانيها وحضرتك الشخصية عامة والصفحاتك معروفة ألم تكن تعاني في ولو على الأقل في بداية أحداث غزة ألم تكن تعاني من كتابة رأيك صراحة ومشتاق لغاية الأسبوع اللي فات كان بيطقطع على البث التاني على الفيسبوك أشكرك أشكرك طيب ألم ألم يأني ان احنا نعمل مواقع تواصل اجتماعي خاصة بينا طيب أنا أقول لحضرتك حاجة امبارح أو أول امبارح معلش هكلمك فيه موضوع خارج كلمني مش هجول يعني أسامي وصلني خبر ان الانتخابات بتاعة نادي القضاء أعتقد هتفجأ أونلاين ودي مقدمة لانتخابات باقي تلقنية والانتخابات أشياء أخر طبعا أنا فرح تجد لأنه ده حيرفع معدل المشاركة وفي نفس الوقت الموضوع فيه تأمين شديد منعا للدزوير ومنعا للبس وعندك البسورد بتاعك وعندك رقم القوم الخاص بيك وعندك صورتك بيبقى فيه فيس فيس اي دي بيشوف طيب مش احنا بنعمل كده على الانترنت بتاعهم طبعا ما هو ده خطر ما هو ده خطر يعني مصداقيتك اللي انت بتدور عليها هي مصداقية هايلة على فكرة وحترفع نسبة المشاركة جدا انت حتصوت وانت بتكو انا بتكلم حاليا على مستوى الاندية وبتاع فيما بعد يعني التجربة توسعة الدائرة طيب توسعة الدائرة والداتابيس بتاعتك قاعدة البيانات بتاعتك في يد اشخاص اخر اليس هذا خطر مش المفروض ان احنا نبتدي نفوق بقى نعمل لنفسينا شبكات التواصل خاصة بينا الداتابيس موجودة ومحفوظة ومتصنع عند الجهات اللي موجودة طبعا انت ساعة ما تحطها بعد كده على الشبكات دي لازم تبقى الشبكات من نوع اخر زي ما حداك بتقول عشان تفضل مؤمنة فطبعا ده بيدعم الفكرة اللي حداك بتقولها خاصة ان احنا احنا احداث غزة اتفضحنا فيها اتفضح لنا السوشيال ميديا بتاعتنا وفهمنا ان احنا انجلنا كلام مش على هواهم فهو فحيمنعوه طبعا احنا عايزين نقول الكلام اللي على هوانا احنا ان كانوا النهاردة بيعادونا في فكرة ما فقد يعادونا غدا في افكار اوسع في افكار هي علاقة بامننا القومي الداخلي احنا حاليا بيتكلموا في امننا القومي الخارجي طب ولو وصل ولو وصل اللي يتعارض مع فكره هو ممكن يمنعك تعمل هاشتاج تحي مصر مثلا طبعا زي ما منعك ان انت زي ما عملك غزة تحت رق او غزة تحت القصف او غزة حيمنعك تعمل هاشتاج والله يعني الكثير من الاصدقاء اللي بيشتغلوا في المجال ده بيتفرجوا علينا وياريت يقولوا لنا افكارهم من نهاية ده مهم على فكرة ومهم اني انا اثيره هنا لاني انا عارف جمهور الاستاذ اثامة كمال تحديدا انا مهم اني انا اثير ده ده هنا يا جماعة احنا في خطر احنا سنة فلازم تبقى كل الافكار موجودة فيه لما زرت فلسطين وانا متفاهم انت جاي منين من عندك وفكرت ازاي لكن مش كل الناس متفاهمة انه شام الجخ راح وصلى في الاقصاء وعمل وقعد والتقى السيد محمود عباس والتقى والتقى وقالوا لك انت طبعت وجعك الكلام طبعا طبعا وجعك ليه وجعك ليه وجعك عشان انت بزلت مجهود كبير جدا لكي لا تطبع انت بزلت مجهود كبير طبعا ان انت تتكلم في مجهودك الكبير وانت رايح تزور اهلك في فلسطين اخاف ان يؤخذ الكلام على انه شكل من اشكال يعني المن لا المن لو انا بمن عليكم ان هي نجيت لا يا اهلنا في فلسطين انا اجيلكو مشي على رجلي لكن انتم تعلمون بس الناس هي اللي ما تعرفش وانا هشرح اهو انتم تعلمون كم المعاناة اللي بيعانيها اي حد عايز يدخل الى فلسطين بدون ختم اسرائيلي لكن عشان ما اتطبعش عشان لا يدنس وانا لا اخجل لا يدنس جواز سفرك بالختم الاسرائيلي دي معاناة كبيرة جدا يا استاذ اسم فلما تعاني هذه المعاناة اكتر من مرة وتفاجأ ان فيه تيارات معينة والله اراها تيارات صهيونية والله اراها تيارات صهيونية بتحربك فتبقى يعرف انت اللي هو ايه طيب علشان علشان تسافر الى مدن الضفة بدون خط بتعمل ايه بتطلع من هنا على مطار الملك علي في الارضن عمان ومن عمان بتاخد عربية بشنطك بحالك بتاخد عربية تروح في قراء يعني قراء بتلميت كيلو او يمكن بتاعد اجلة او لحد البحر الميت على فكرة الضفة الغربية هي تقع في شرق فلسطين هي اسمها الضفة الغربية لانها الضفة الغربية من البحر الميت لكن هي في شرق فلسطين فتطلع من مطار الملك عليها تروح لحد البحر الميت المعبر الاردني لغاية كده انت وسط اهلك وسط وفي هذا المعبر بتنزل طبعا بيعملوك هناك معاملة كريمة جدا اهلنا وعارفينك وبيحبوك في جسر الملك حسين الواصل ما بين المعبر الاردني والمعبر الفلسطيني الخاضي على السلطة الفلسطينية في هذا الجسد في النص كده في معبر اسرائيل ما هي هي فلسطين محتلة ولا احنا ما نعرفش طبعا فيقفلك على الباب وانت داخل وانت خارج لا ده يقفلك وينزلك ويفتشك وطبعا انا طبعا معي معي تنصيق من السفادة المصرية وتنصيق في في اي بي ورئيس ابو مازن بيستقبلك هناك فطبعا انا ما كانوش يعني بيرخمه هم اصلا بيخافوا من البسبور المصري جدا ده مش مغالاة ده بتاعده حقيقة لكن ما تتكلمش عني انا يعني انا اوكي هنزل والشونات هتتفتش والتليفون بتاعك هتتاخد البصمة بتاعته ومش عالف ايه وقوة لكن لما تبص للفلسطينيين اللي هم اصحاب البلد طبعا معهمش تتنصيق معهمش معهمش معاملة الفي اي بي بتاعتك معهمش صفارة مصرية وراهم وتشوف كمية المعاناة اللي قد تصل اللي هم ممكن يباتوا يباتوا احنا لو اتعطلنا استاذ اسامة في نص ساعة نص ساعة ولا ساعة بنتجر احنا احنا بنجل بالدنيا لا هم ممكن يباتوا يباتوا باطفالهم يعني عادي جدا وبدون اسباب ده مهم هو مش منديك سبب أصلا انا مش بتكلم عني انا انا خلاص انا خلاص انا قلت لحضر بتاك انا بيتيس خير وكنسل وبتاعه مش عارفك لكن ما انت بتشوف انت بتشوف ف بعد ما تنزل وتتفتش وبتاعه مش عارف ايه تعدي الى ريحة اللي هي بيستنو خناك السلطة الفلسطينية في هذه الرحلة انت مبتاخدش ختم اسرائيلي انت بتاخد ختم اردني وبتاخد ختم ختم فلسطيني المصرين يزوروا اهلنا في فلسطين الرئيس ابو مازن جال لي كلمة مهمة جدا وانا في مكتبه جال لي يا استاذي شامز يارت ال ال اسير او السجين لا تعني التطبيع مع السجان هو احنا فاكرين ان احنا لما ما نروحش نزور اهلنا في فلسطين ونشعرهم بان احنا معاهم ونشعرهم بان احنا بناخد منهم لعبة كورة وبناخد منهم ناس تتعلم عندينا هو احنا لو ما عملناش كده اسرائيل هتزعل ده على جلبها احب يا السلام الله لعنك جيت والله لعنك بتاع ده هم بيسخفوا علينا في المعابر وبيسخفوا علينا في علشان ما نروحش لأ طب احنا هنروح بس هنروح بدون التطبيع اصل التطبيع ده معناه ان انت تروح على مؤسسة اسرائيلية انا عملت حفلة في مدينة اسمها الناصرة الناصرة دي جو الحزام الاسرائيلي كلها عرب جو الحزام الاسرائيلي نفسه وكنت شارط طبعا العبرية هناك لغات لغة هناك اولى كمان مش لغات ان كل البنر اللي وراي في المسرح ما يتكتبش فيه كلمة عبرة عايزين تكتبوا اكتبوا عربي اكتبوا انجليش طبعا ده كان مستفزي جدا لل 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 للقيادات الامنية هناك بس تخبطوا دمكوا في الحيط الحفلة بتاعتي وانا كنت بكلم كان اسمه الاستاذ خالد بط كلمتوا هتقدر تعمل لي ده ولا هتوجفني وورايا كلام عبري جال لي لأ هنقدر أعمل ده قلت له خلاص انا جاي شعورك ان انت بتسلم عليهم هم نفسهم ما هي ما هي هذه العزلة يا استاذ اسمه تعمل كارثة تعمل كارثة ما هم هزم يحسوا ان انت معاهم طب وانت جوه ده وعايش ده واكيد زيك زي وزي ملايين المصريين في الشهرين اخرى دول خفت على سينة هو يعني كلمة خفت على سينة دي برضو كلمة كبيرة اه يعني خفت على سينة لا انا مخافش على سينة ده سينة ده سينة بتاعتنا لكن لكن قيادة هذه الازمة فيما يخص التوطين والتهجير يسموه بجا تهجير قصري يسموه تهجير طوعي يسموه اللي يسموه قيادة هذا الملف في تقديري انا لا يقاد من الشارع ولا يقاد من اسامة كمال ولا هشام الجه الكلام ده لي ناسه ليه سلازم الاخر يعلم تماما انها ليست ارادة سياسية في حزب ولكنها ارادة شعبية عملناها فالارادة الشعبية عملناها اللي يصطلب اه بس الارادة الشعبية مش في مظاهرة ونزول مرة هي لازم كل يوم نقول لهم ونأكد لهم ارضنا حقنا محدش هعملها قضية بنعتز بيها محدش هيفرغها من محتوها بتحجير اهلها سمعتوا الاستاذ كمال طيب اسمعوني انا قول ان كنا بنكلم الاخر وانا عارف ان الاخر بيتابعونا وبيتابعوا البرامج الكبيرة واكيد ده هو واحد من البرامج اللي بيشوفوه بص فكرة تفريغ ارض فلسطين من الفلسطينيين لن تحدث مرة اخرى نعترف يا استاذ اسامة انها حدثت طبعا اه نعترف انها اربعين عن نكبة مرة والاستاذ اسامة كمال وجمهوره بيقولو لكم انا جرفانة اكلمكم اصلا انها مش هتتكرر تاني وهشام الجخ وجمهوره بيقولو لكم ان هذه الحادثة لن تتكرر مرة اخرى طب اقول لكم المفاجأة ان اهل فلسطين اللي بتضربوهم 24 ساعة نفسهم بيقولو لكم انها لم تحدث مرة اخرى اهل فلسطين لن يتركوا فلسطين مرة اخرى حتى لو حركتوها حتى لو حركتوها حيجعدوا فيها محروجة وحيعمروها وحيعمروها ان شاء الله ان شاء الله بالحديث عن سينة انا شخصيا اتأثرت جدا بالقصيدة اللي قلتها انا انا الحقيقة ما بعرفش اقول كتبتها لان انا دايما بشوفك بتقولها منطوقة فبقول اللي قلتها اللي حصلها وده على فكرة يوجفنا في نقطة مهمة جدا نقطة دور الفن نقطة دور القوى نعمة هشام مش هشام بس اللي ما كانش عنده تفاصيل القصة المسلسل عمل ادراك وعمل وعي عند الناس ان هي تفهم يعني ايه ابطالنا ويعني ايه في شخص خان بشكل ما وشرد عن 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 المنظومة بتاعته فبعد الحلقة بعد استشهاد اه رحمة البنسي رحمة الله عليه انا عملت ايه الحزن بشيضة دي يومها يومها يعني المسلسل الخلص طبعا كلنا كنا في حالة من فرض البكاء و و فعملت اه الحزن مش عالموت قلها لي بعد ازنك الحزن مش عالموت يومها اللي فارج حي الحزن مش عالموت يومها اللي فارج حي وملائكة عالصفين فرشين له ضيف ضيف الحزن الحزن عالخاين والندل والبطال اما الشهيد يومها خالد مع الابطال وفى بيمين البر والعهد بزيادة ولانه كان صادق نال صدقه بشهادة يدراع ابوه الحل ويبطن ولادة ادعيلي بالصحبة ابجل شهيد الجاي الحزن مش عالموت يومها اللي فارج حي نروح لفاصل ونرجع ونستكمل هذا الحوار الممتع مع الأستاذ الشام الجاخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والعد التلازلي مستمر لعام جديد ان شاء الله كله خير بإذن الله عمين اه كلمنا على حاجات كتير والمشاعر المتدفقة اللي بتطلع اللحظة بتطلع الشعر مع الحاجة اللي انت حسيت بيها النهاردة بتيجي مع مرور الوقت ويجي يعني يقوله راحت السكرة وجات الفكرة فتأتي الفكرة فبتراجع نفسك اه لا بص خلينا نعترف العلم بيقول العلم العلم بيقول ان الافكار بتتغير عند اي انسان كل خمس سنوات بتتغير عنده افكار بس المبادئ ما بتتغير يعني ان كان ان كان هشام راجع نفسه في بعض افكار بعد خمس سنين وبعد عشر سنين وبعد خمستاشر سنة ان اتكلمنا بشكل علمي ان الاسان بيتغير كل وبعدين المعلومات اللي بتجيلك طبعا الخبرات والمعلومات المتقدمة وحتى طبيعة سنك وطبيعة متطلباتك وطبيعة مسئولياتك كل حاجة بتتغير كل خمس سنين لان يعني انت حدق قلت انا في موضوع الشهيد احمد المنسي لما شفت المسلسل كان التفاعل معاه غير لما سمعت عن الحادث والاستشار حجيجة حجيجة لكن لا انا بتكلم كمان في شيء اوسع من 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 تجربة في حد ذاتها انا انا بتكلم عن الافكار نفسها الافكار بتتغير لكن المبادئ مش بتتغير انت عندك مبدأ الحق مبدأ العدل مبدأ المبدأ المساواة مبدأ الحرية كل دي مبادئ احنا عايزين نعيشها وعايزين نحلم بيها لكن ممكن تناولك للمبدأ يتغير تناولك للفكرة تتغير لان مع النضج لانك فهمت حاجات ايو ايو لانك فهمت حاجات ولان مهرت بيك حاجات انا هشام الجخ قاعد تارف ان هشام النهار ده الاربعينات اواخر الاربعينات غير هشام اواخر التلاتينات غير هشام اواخر العشرينات يمكن في حماسة جلت يمكن في غضب جل يمكن في ادراك وسع يمكن طلعت شوية وبصيت على المشهد من فوق ففي حاجات تغيرت لكن المبادئ لم ولن اه اه اتغير انا كده عارف اشرح ولا كده لا وصلاني المبادئ معاكيد مش هنسمع عنك في يوم انك بقيت زمالكاوي بس طيب يعني في ناس كل احترامي وحبي لجمهور الزمالك انا محب جمهور الزمالك وجمهور الزمالك جمهور مميز جدا وصابر جدا وصابور جدا ومحترم ووافي ووافي هو في جمهور بيتعمل فيك طيب يعني هنرجع لجمهور الزمالك وجمهور الهالي لكن في ناس لمتك على قصائد واما انها هل مثلا لما لموك على موضوع لما الست يبقى ولدها طول الباب دي هل الناس فهمتك غلط ولا انت اسأت التعبير ولا اسأت التوقيت لا الناس فهمت غلط اسأت التوقيت هو اصلا مش هلا اللي كنت منزلها هو اصلا تسجيل جديم جدا والجسيدة مكتوبة من فوق الحاجة وعشرين سنة ايام ما كان في ارتخاء راكز بس اوف دي لان ده اول حد يصير معايا هذا الأمر الجسيدة كتبت في فترة من الارتخاء العربي لان احنا خلاص احنا متفقين ان طول 75 سنة اللي فاتوا فلسطين تهاجم وتضرب عشان بس الناس بتتعامل على ان اليومين دول ايه ده في اعتداء على غزة لا يا جماعة غزة يتم الاعتداء عليها غزة والضفة فلسطين يتم الاعتداء عليها من 75 سنة ده مش حية جديدة وكان في حالة من الارتخاء العربي يعني والتهميش العربي والغفلة العربية والاهمال العربي مش عارف اقول ايه مصطلحات تاني ما تودينيش في 60 دهية يعني فدي الفترة اللي اتكتب فيها هذا المقطع الكلام ده من 20 سنة من 25 سنة ان يا جماعة احنا احنا مرتخين جدا وثيبين وثيبين اهلنا واكفين وبيحربوا وبيدفعوا وحدهم المشكلة ان هذا المقطع نزل في فترة اه كان في شحن شعبي ضد ضد اه حماس خلينا بجا يعني نتكلم بشكل واضح وكان الشارع المصري انا زاك بيتعامل مع فلسطين على انها حماس ودي مشكلة كبيرة فهم كده بدأوا يبصوا لفلسطين على انها حماس وحماس اخوان والشعب كاره اخوان وكاره المنظومة بالكامل وتم تصنيف الاخوان رسميا كمنظمة ارهابية فجاي انت في هذا التوقيت تروح منزل جسيدة بتقول فيها ان الفلسطينيين رجالة وبيحربوا وهم اللي بيدفعوا واحنا مرتخين واحنا مش بناء انا كنت تقول احنا مرتخين ان احنا مش بنحارب معاهم طبعا حصلت الدجة اللي حضرتك سبعت عنها والموضوع طلعت رند وانا نزلت بيان كبير جدا ما هو لما يقول لك ان الشام الجخ بيزداري الجيش المصري وانا اكبر اخواتي لواء في الجيش المصري وابو يحارب في سبعة وستين وامي رحمة الله عليها لبسة الفتوة يعني كان فيه حاجة اسمها سلاح الفتوة في سبعة وستين ده سلاح شعبي كانوا بياخدوا السيدات المتعلمات يدوهم رتب عسكرية ويعلموهم دارب نار فييجي ابن دول ابن دول يقول احنا ما عندي نشر الجالة واحنا مش عارس كان الكلام صادم وكان الكلام صادم فروح تمنزل بيان شرحت فيه لكن طبعا حضرتك عارف السوشيال ميديا والله لو نزلت ستين بيان خلاص مدام وطبعا شلت هذا المقطع طبعا شلته لانه نازل في توقيت وهلا هو التوقيت اللي كتب فيه وهلا هو التوقيت الامسل انه هو ينزل فيه شرحته خلاص وسبت المسألة يعني اصلاح اعمل ايه طيب يعني ده معناه انه زي ما انت انت حداك قلت وحالة الغضب اللي بتبقى موجود عندنا بتبقى التعبير عندناها زي ما قلت في العشرينيات بيبقى شكل طبعا طبعا شكل في الاربعينيات شكل طب حضرتك ذكرت الولدة رحمه الله رحمة الله عليها وزكرت بتقول ان كان هناك صانع لهشام الجخ فهي والدتي لانها كانت تساعدني كثيرا في حياتي منذ الطفولة يعني ايه كم بتساعد اما كل ام بتساعد اه اما كل ام بتساعد لا اولا انا كنت ابن والدتي الوحيد يعني انا عندي 32 اخ بس انا ابن والدتي اتذكر للوحيد انا ابن والدتي لانها اختين 32 اخ واخت اه عندي 32 اخ لا ابويا سره باتع كان الداف بس من ثلاث سيدات فانا كنت ابنها الوحيد رحمة الله علي اه عارف انت لما يبقى يعني هما في النهاية ثلاث سيدات وفي وفي العرف المداري كده هما دراير واحدة عندها ست رجالة واحدة عندها اربع رجالة وهي عندها راجل واحد فكان اه اه على فكرة هما 32 بس اللي عايشين 17 ربنا يا رحم من رحم اه عشان برضو الحدث اللهم عمي والدتي كانت مدرسة لغة عربية انا ما حضرتهاش وهي تقوم بالتدريس لان انا اصغر ابنائها فانا وقيت على الدنيا وامي رحمة الله عليها نظرة نظرة المدرسة ما حضرتهاش وهي لسه بتدرس او وكيلة او بدعم لكنها يعني هي اصلا مدرسة لغة عربية فكان فكان ليها دور في في فك حصار لساني انا اصلا بتهته جدا جدا ما زلت وزمان باجا كنت بتهته جدا اوه طينا فكانت تسمع لي وانا احمد الله انا من حفظة يعني فكانت لما تسمع لي تسمع لي وانا بعيد علشان يعل صوتي علشان عشان صوتك يطلع كي تخليني اجدم الازاعة المدرسية مدرسية كنوع من انواع الفساد برضو ما هي النظرة رحمة الله عليها لكنه كان فساد علاجي يعني هي كانت بتعالج بتعالج ابنها ف لا 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 كان ليها دور يختلف طبعا كل امهاتنا ليهم دور علينا وليهم فضل علينا وليهم خير علينا وكل واحد يعترف بفضله امه علي ده حجيجة لكن انا بتكلم في قطاع الشعر يعني يعني انا انا مجدرش اقول ام مش شجعتني على الرياضة انا شجعتني لا مش بالعكس احنا كانت صمعين الرياضة ايامنا صمعها وحشة يعني انا بتروح التمرين تبجأ اجعت زاكر احسن صحيح فلا لكن فيما يخص اللغة فيما يخص النحو فيما يخص القرآن فيما يخص علوم اللغة لأ كانت 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 امي الضالع فكتبت لها كتبت لها يا صيدة واحدة والله طبعا طبعا ما صنعت شمعش اسمعها منك واحد اكتوبش 1989 مين يا اخويا عيد ميلادك عيد ميلادك والله خلفت وعلفت وانت اطول مني عايز عيد ميلاد امشي يا في اعدادية ولسه بتفكر يا شحط في عيد ميلاد روح لأبوك كلمه في الشغل وقل له وانت جاي عدي هتلي نفاخة شوف العيال لما تكبر تتملي مساخة ثم أصلا ايه اللي خلى يوم ميلادك اسمه عيد يكشفاكر يوم ميلادك اختفت نار المجوس ولا حد يجلك اني لقينا يومها شواء الفلوس ده احنا كان العيش يا دوبك والجموص كنا مش لقيين نجيب لك هدمتين ايه قد السعادة اللي امت فيها دي جايك منين ده احنا أفجر فترة عشناها في حياتنا حملي بيك أفجر فترة عشناها في حياتنا حملي بيك كانت البلد ولا فيها زيت ولا فيها سكر وتجو بيننا وبين كل العرب كان شان وعكر والسادات كان كل يوم شدوا الحزام شدوا الحزام والإعارات اللي كانت في الخليج رجعولنا تاني والجنيه 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 ما بقاش يجيب ولا جوز حمام ولا نص داني كنا ديرين نستلف من الجريب ومن البعيد خليته عيد بس عارف أوعر كلام بنقوله بنقوله بسكات ما كان شابوك يعرف يا ولدي إنهم سموني بينهم أم البنات وما كنتش أعرف حظي لغبك إن خلفة الولاد حتجيب لي نطع يقول لي عايز عيد ميلاد عيد ميلاد اسمع يا ولدي اسمع وركز في الكلام النبي عليه الصلاة والسلام كان يحتفل بعيد ميلاده زيك تمام إزاي بقى بالصيام بالصيام يعني أنت بكرة جيني صايم عيد ميلادك يعني تقوى مش جاتو بتو عزايم ولا أقول لأبوك على الدراشتين اللي نكسوا في التاريخ أقول لأبوك على الدراشتين اللي نكسوا في التاريخ عايز تعلج نفخات أجيب لك النفيخ خشي زاكر خشي زاكر أيها وتنغوش وخبط في الببان هو يعني أبوك مسافر بس ييجي وكل دا حيوصل له حاضر تاني يوم الصبح وأنا نازل ولايح المدرسة لجيت على الصفرة كيكة مجطعة ومكيسة جالت لي خد طفح صحابك من تجي للعيد ميلاد جيل ما يعرفش الخشة جل لي صح انت نمت الساعة كام شكلك ما صلتش لأش راسب يسحناف نكمل أكتر من كده اللهم اغفر الله ورحمه اللهم اغفر الله ورحمه طب أخرجك بقبر الحالة دي مين اللي بيخرجك من الحالة دي لحالة الفرح انتصارات العيال حمزة ياخد بطولة هاجر تاخد بطولة مريم تجيب مجموع عالي والأهلي والإيه؟ والأهلي والأهلي انت بتجرجرني للأهلي طب عموما عموما الناس عارفة أني أهلاوي الأهلي فرحة كبيرة الأهلي قيمة مصرية كبيرة يعني أنا متهيقلي أني ما فيه زمل كاوي مش بيفتخر بكونوا من البلد التي أنجبت الأهلي حتى كان بيشجع كتبت إيه للأهلي؟ بص أحكي لك أنا بجع يعني بس حداخد وقت حب بص أنا ما فكرت لش أكتب للأهلي قبل كده لكن لو تفتكر الهزيمة التاريخية 5-0 في جنوب سان باونز في سان باونز طبعا كان شيء صادم بالنسبة لنا كلنا يعني كان شيء فاجع كلمني يومها كابتن أسامة حسن قال لي يا الشاب المعنويات اللعيبة والبتاع ومش عارف إيه عايزينك تعمل حاجة تتكلم فيها لشد أزلهم وأن هم قادرين على التعويض والبتاع وإنت اللعيبة بتحبك وإيه عني والكلمة وأنا حزيعها عندي في قناة الأهلي في بالفعل عمل الجسيدة تخص هذه الهزيمة تحديدا كانت بتقول ولإننا الأهلي نقدر نجوم لو الهزيمة في يوم النصر ييجي في ألف يوم حاجة كده يعني كنا بتكلم على ده وبالفعل لما جات سنداونز احنا كسبناها لكن يعني كسبناها واحد سفر ففضلت الجسيدة بيتة جال كلما حدث حدث مهم للأهلي فأنا كنت شايف أن يا جماعة لأ يعني الجسيدة مش لده مش للأهلي ده بس للهزيمة دي كنا بنحفز اللعيب عبدا فلما كنت عايز أن أنا يعني أنهي عمر هذه الجسيدة ما كانش في حل غير أن أنت تكتب واحدة بقى جديدة للأهلي بقى يعني بدون هزيمة وبدون بتاع فعملت آه عملت عملت استنى بس لأن أنا أنا الجسيدة اللي مش بجولها في حفلات بنساها فإيه فتخليني تقولهاش ليه في حفلات دي لا مش مش بتاعت حفلاتي بص يا سيد جلت إيه عن عظمة الأهلي كل الكلام متعال هتعد في البطولات هتجلب العداد وإن تهت في العنوان اسأل عن الأسياد اسأل عن البطولات وهزة الإستاد وفرحة الأولاد ورجة الجماهير ما كبير يا أهلي كبير أحنا فريق العز والفرحة والمكسب الأهلي لما يفز اسأل عليه الملعب أحنا فريق الوطن يا سعد يا زغلود يوم جيت من المنفى احكي يا سعد وجول احكي على الجماهير والإنجليس خايفين صروت وكل النادي من الفجر كانوا وكفين الأهلي كان على البر وسعد وصل العص استقبلوا النادي رفعين ريات النص الأهلي مشكورة الأهلي من يومه رمز الكرام احكي يا أهلي احكي احكي يا أهلي احكي يا فرحتي وضحكي يا لمة الأبطال يا نسرنا العالي أجيال وراء أجيال يا طرح عزم وصبر وجهد ورجولة ينفرح العشاج بطولة في بطولة ومربي جيل على الأدب ومربي جيل على الأدب من خطوة الأولى من لما كان ناشئ لحد ما بيكبر على حبه ومبادئ على اسم نادي الكون ورموزه ورجاله جبل ما يتهزش لو حتى مين جاله احنا فريج القيم والامتماء والأدب احنا فريج العرج والاجتهاد والدأب احنا حصاد التعب لو النفوس بارة الأهلي يعني الدهب واسأل علي القار جميل طبعا كل الحب الأهلي وكل الحب للزبارك وكل الحب ليه جماهير الكرة المصرية والعربية طبعا عندي أسئلة كتير بس وقتنا داهمنا بس عندي سؤال كده لازم أسأله مين اللي سماك هويس الشهر العربي الأستاذة إيمان البكر كانت أيميها مسكة نائب رئيس اتحاد الكتاب المصر والاسم دا اللاقة خبول عندك جدا طبعا طبعا يعني هي كانت الفكرة فكرة أن هشام لما بيجي اللهم ملك الحمد ولك الشكر يعني بدون يتضفق الجمهور كانت الناس بتيجي تحضروا بتاع لأن كان أيميها شعبيت الشعر برضو يعني لسه في البداية فلما يقوله هشام جاي كان بيبقى في حضوره بتاع فهي اطرحت طبعا تيجي نفتح الهويس نفتح الهويس طيب أهم أمنية عندك لعشرين أربعة وعشرين انت قلت أماني كثيرة في الأول باللغة أهم أمنية عندك تقولها لمشاهدين عايز تقولهمي الأمنية الخاصة ولا الأمنية العامة أمنية واحدة عايز تبقى خاصة عايز تبقى عامة زي ما انت عايز ما عليش بقى ما هو كده أتمنى قيام الوحدة العربية ولو لخمس أو ست دول عربية بشكل مبدأ كل سنة وحدك طيب أسعدتنا ونورتنا وأنا سعيد إن اليوم الجميل داخلنا أنا فخور إن أنا جاعد جدامك أنا بتشرف بيك يعني ما كنتش متخايمة إحنا إزاي كل سنة كل دا وما جعدناش على الهوى بعض ولا على الهوى ولا غير الهوى للأسف الشديد فيعني لينا لقاءات تانية وتالتة وربعة لأنه لا شيء يسعدني ويشرفني ويسعد مشاهدينا كثيرا كل سنة وحدك طيب كل سنة وحدك طيب ترجمة نانسي قنقر